يا مساء الخير والحب وسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى بكون معاكم رانيا السيد كل يوم حد بتوحشوني جدا من أسبوع للأسبوع اللي بعده النهاردة الحقيقة الحلقة بتاعتنا هتكون مختلفة شوية مختلفة لأننا زي ما انتم متعودين كل حلقة بيكون معانا فيها كتاب جديد بموضوع مختلف وطبعا كاتب مميز لكن النهاردة مش هنتكلم عن كتاب بعينه النهاردة هنتكلم عن تجربة النهاردة هنتكلم عن حالة صنعها الكتاب الشباب في الوسط الثقافية الحقيقة أنه فيه في الفترة الأخيرة ظاهرة حصلت في تواجد ملحوظ للشباب في عالم القراءة وعالم الكتابة بروايات مميزة بكتب شيقة وليهم كمان وجود ظاهر جدا في قوائم الجوائز الأدبية والحقيقة أن ده كان شيء مهم جدا وكان لازم نلقي الدوق عليه في يحكى أنا ونتكلم معاكم فيه والحقيقة أنه ده بيخلينا نقول وبيخلينا نعرف أنه مش كل الشباب وقتهم ضايع ومش كل الشباب مش عارفين هم عايزين إيه ومش كل الشباب متجهين بس للسوشيال ميديا الحقيقة أنه احنا النهاردة قررنا نتكلم معاهم وقررنا نعرف أكتر فحلقتنا عن تجارب شبابية نكحة للكتاب الشباب اللي قدروا أن هم يكونوا موجودين في الساحة الثقافية النهاردة هيكون معانا كاتب شاب وكمان كاتبة شابة بيكلمون أكتر عن تواجد الكتاب الشباب على الساحة الثقافية ويحكو لنا تجربتهم ويحكو لنا بدايتهم ويحكو لنا كمان إزاي قرروا أن هم يختاروا طريقهم ترجمة نانسي قنقر